طالب عضو الحزب الديمقراطية الكردستانية إدريش شعبان إبعاد إقليم كردستان عن صراع الفصائل المسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية مضيفا أن تكرار قصف أربيل في مجموعة رسائل سياسية بضمنها أن صواريخ الفصائل تستطيع الوصول إلى مدن إقليم كردستان والشركات والمنظمات العالمية وفي ذات الملف أكد وزير داخلي عبد الأمير الشمر لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري أهمية تأمين الحدود ومكافحة المخدرات وتكثيف العمل في المجال الاستخباري وخلال استخباله باقري في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية أكد الشمر على أهمية العمل في مركز التنسيق المشترك بما يعزز أمن البلدين خاصة في تأمين الحدود العراقية الإيرانية فيما جدد المسؤول الإيراني التزام بياده دعم أمن واستقرار العراق والعمل على ضبط الحدود الدولية المشتركة ترجمة نانسي قنقر